بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصديقان أبونا تحياتي أهلا بحضرات الشيخ مظهر أعزائي المشاهدين طبعا بنحييكم جميعا سلام الله إليكم جميعا وإلى كل المصريين وإلى كل العزاء مشاهدي قناة المحور وبرنامج الصديقان طبعا بيشرفني جدا أن أكون رفيقا لأخي وصديقي فضلت الشيخ مظهر شهين في هذه الحلقة وكل حلقة ونتمنى أن فقرات هذه الحلقة تدور كلها في موضوعات تهمكم وإن كنا نناقش في هذا اليوم موضوع مسير ومهم جدا ومؤثر للغاية وهو موضوع غير تقليدي سوف نتناقش فيه وهو حول المعلومة متى تكون خبر حقيقي نتعامل معها على أنها بترصد واقع وإمتى بتكون مجرد شائعة ممكن نصدقها ونجني بعض الأضرار منها وإزاي نكتشف أن هذه شائعة ونتجنبها وكذلك سرعة انتشار الشائعات في الأوساط المسيحية وإن هناك طبعا الكثير من مواقع ومتديات الإنترنت أصبحت متخصصة في نقل هذه الشائعات والترويج لها موضوعنا النهاردة حول الشائعات الطائفية وكيف يصبغها المرووجين بصبغة الخبر وإنها حقيقة في الوقت أن هذه الأخبار هي كلها أخبار كاذبة سريعا ما نكتشف أنها غير حقيقية بعد ما قد تكون قد تسببت في فتنة بين أبناء الوطن وهناك أمثلة كثيرة جدا يعني إحنا لسه بنسمع في منطقة شبرى في القاهرة عن حضور أو قيام البعض برصد بيوت المسيحيين عن طريق وضع علامات معينة وذلك لسهولة قيام آخرين باعتقال أو قتل السكان الموجودين في هذه البيوت وانتشرت الشائع كالهاشيم وبالبحث في هذه الشائع بعد ما تحرك من تحرك في هذا الشأن وجدنا أنها فرقة غنائية وضعت علامات اللوجو بتاع هذا الفريق وبتعلن عن حفلة قادمة وفي حين الجميع ساعد على انتشار هذا الخبر وربما الشاشة الآن عليها هذه العلامة التي انتشرت كالهاشيم في منطقة شبرى واعتقد الكثيرون أنها علامة لتحديد بيوت المسيحيين فقراتنا الحوارية أيها الأحباء في هذه الحلقة عن هذا المفعوم سرعة انتشار الشائعات في الأوساط المسيحية سيكون معنا الدكتور ناجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والأستاذ الكاتب الكبير الأستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي بجريد الأهرام اسمحوا لنا وصديقي فضلتك شكرا أنا بس أعايز ن BL شاهدها برضو هي في الأوساط المسيحية المرة جاية نقش أنا أعايز أنا أعايز آفحاك يعني الأوساط المسيحية اللي هي العائلات المسيحية هي الإشعات فيهم ولا الإشعات عليهم فيهم ولا عليهم وعليهم لا هي مش فيهم أنا في اعتقاد الإشاعات مش في الأوساط المسيحية مفيش بينكم وبعضكم إشاعات هي إشاعات على الأوساط المسيحية اللي يحاولوا يعني يسقطوا عليها صحيح كده طبعاً طبعاً انت حضرت المجزرة طبعاً طيب ضيقنا الكرام هيكل مني النهاردة معنا دكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والكاتب الكبير الأستاذ نبيل عمر الكاتب الأهرام والإسنان لهم معزة كبيرة وأصحاب فكر وأصحاب موقف وأصحاب يعني قرار جميل احنا نهاردة نستمتع بفقرة حوارية جميلة في هذا الشأن أنا مش عايز ولا واحد مسيحي بالذات النهاردة بيشوفنا يسيب الفقرة دي يعني معلش ليه أنا بقول مسيحي بالذات لأنه المستهدف هو الإخوة المسيحية احنا موضحين طبعاً المستهدف هم الإخوة المسيحية فالرسالة هتكون لحضراتكم للإخوة المسيحية وبرضو المسلمين هيستفيدوا أكيد بيشاهدونا هيستفيدوا عشان نعرفوا إيه المقصود وتتعمل إزاي وبتتلاعب إزاي وإحنا ساعات بنساهم بشكل أو بآخر من غير ما داخلوا بالنا بشكل سلب إزاي أنت ممكن تساهم وانت على الفيسبوك وانت على اليوتيوب وانت وانت بتساهم وانت مش واخد بالك فأرجوكم الإشاعات سلاح خطير جداً عايزين نبطلوا النهاردة ونشوفها نتعامل معاه إزاي فاصل ونطلع فاصل ولا يابون نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر